منيجي لقسم جدا جدا مهم الاعدادات بالورد برس الاعدادات في عندي زي ما انتو شايفين اكثر من تاب عام كتابة قراءة مناقشة وصالت الى اخره طيب خلينا نبلش في العام العام طبعا هانا بيعطيني اسم الموقع شو الاسم الموقع البدك يا اللي هو يظهر طبعا اسم الموقع مهم كثير وهس رح نحكي وين بظهر اسم الموقع اللي هو بظهر على التايتل اللي موجود عندي هان تمام هذا اسم الموقع طب السطر وصف سطر وصف كمثال انا اسم شركتي شهر الكيت عبدالقديمة بغزالة طب لا ايش فالوصف بكتب لتكنولوجيا المعلومات شهر الكيت عبدالقديمة بغزالة لتكنولوجيا المعلومات فهاي الفكرة من سطر الوصف طبعا هانا بوصف نبدة قصيرة والافضل انها لا تتجاوز سبعين حرف عشان نمشى على ستاندر السي او اللي هو سالشنجو اوبتوميزيشن ورح نيجي فيه وحكينا رح نيجي فيه اكثر من مرة ورقزولي على كثير لانه جدا مهم صراحة وبيعتمد نجاح الموقع رقم واحد على الاس اي او طيب عنوان الورد بلس اللي هو الموقع الالكتروني تبعي طبعا احنا لو بنشتغل لوكالي ورفعناه على البيد هوستنج فهذا الاشي رح يتغير لكن الرابط الحالي اللي هو الموجود للمسار الموقع فهذا الحكي اللي هو اسم الموقع ليش بحطه فبالعادة باللغات البرمجة يسمى البيز يو ارائل او يعني اليو ارائل السابت الستاندر عنوان البريد الالكتروني للادارة شو عنوان البريد الالكتروني للادارة العامة يعني اذا انت كنت الديفلوبر معامل موقع لعميل فحط الايميل تبعك عشان يوصلك عليه الناتفيكيشنز اذا في اوبديتس او في اي اشيه تانية العضوية هل تسمح بتسجيل الاعضاء يعني اذا حطيت هذا الخيار بسمح للأعضاء اللي جداد يسجلوا في الموقع وهذه النطة كثير مهمة لان لو قدام لو تعمل موقع كمثال موقع اكاديمية هل بدك الطلاب يسجلوا في الموقع ولا لا بتفعل الخيار هذا منهان اللي هو السماح بالتسجيل للأعضاء هنا بسألني شو رتب الافتراضية للأعضاء الجدد يعني اجا عندي عضو جديد اشترك عندي في الموقع شو الرتب الافتراضية لهذا العضو هل هو مشترك مساهم كاتب محرر ولا مدير طبعا دايما نحطه مشترك اما اذا نزلت بلغين زي كمثال في بلغين عندي اسمها ليلن داش او ليلن برس عشان اعمل موقع للتعليم او مدونة عفوا موقع للدورات الالكترونية فرح يصير عندي رتب جديدة والرتبة رح تكون رتبة الطالب او رتبة متدرب فالموضوع رتب جدا مهم وحساس فلا تأخذ اي خيار غلط فيه فدايما نخليه مشترك طيب لغة الموقع اللي هي اللغة الرئيسية للموقع شو اللي بدك اياها لغة عربي انجليزي طبعا لغة الموقع بتفرج عن اللغة الموجودة عندي هان بتفرج تماما عن اللغة الموجودة عندي هان خلينا نغيرها للغة الانجليزية المنطقة والترميز طيب ايش الوقت اللي بدك اياها طبعا هاي بتختلف بين منطقة ومنطقة كمثال ممكن أنت تكون في المملكة العربية السعودية أو في الأردن أو في فلسطين أو في مصر أو أي دولة عربية لكن البزنس تبعك بشتغل لأمريكا أو بشتغل لأوروبا فأنت بتحط الوقت الزمني التوقيت تبع الموقع هو نفس الوقت للدولة التي تشتغل فيها أو البزنس تبعك موجه لهم كمثال أنت بتشتغل تجارة إلكترونية لكن ما بتبيع للدول العربية بتبيع لأمريكا فقط أو لكندا فبتحط الوقت لأمريكا مش للأردن مش لفلسطين مش لمصر أو أي دولة عربية فهي الفكرة من المنطقة الزمنية طب شو السبب شان لما تعمل منشور ينزل في تاريخ الدولة لانت عملت له منشور يعني لو كانت عندك الساعة ثنتين ما يبين عنده الساعة ثنتين هو عنده الساعة سبعة فهي الموضوع حساس يعني خاصة للناس اللي بدأت تشتغل في مواقع إلكترونية غير البلد اللي هو العيش فيها هنا موضوع مهم صيغة التاريخ كيف بدك إياه؟ بالدكية يكون بالطريقة هاي يعني يكون اسم التاريخ ظاهر ولا بالطريقة هاي ولا بالطريقة هاي ولا بالطريقة هاي طبعا هذا موضوع مهم كثير خاصة في البزنس بشكل عام يعني لو كان عبارة عن موقع بيع دورات إلكترونية أو بيع سلع يعني متجر إلكتروني كيف بدك يكون التاريخ خلينا نشوف هانا طلعوا التاريخ وهنا كيف ظاهر عندي 1 ديسمبر طيب خلينا نعمل حفظ أو 1 ديسمبر أوكي تمام خلينا نعمل الرفرش هنا شوفوا كيف صار عندي 22 تغير تاريخ بطل ظاهر ديسمبر خلينا نعمل رفرش هنا نعمل نرجع التاريخ زي أول ونعمل الرفرش وملاحظين شغل الموقع تحول من العربي للإنجليزي لأنه أصل أعطاني ديسمبر وتحول من يميني شمال ليش؟ لأنني أنا هنا حطت له اللغة التي تبعت الموقع اللي هي اللغة الإنجليزية ومش اللغة العربية هاي بالنسبة للتاريخ طب صيغة الوقت كيف بدك يا؟ ميم حرف الميم ولا مساء ولا إيش بالزبط لو رجعنا هان وشفنا الوقت طبعا هنا ما فيه الوقت مش ظاهر عندي طبعا هذا إذا أنا بستخدم وقت وبيدي الوقت يظهر لكن إذا ما بدي الوقت يظهر فهذا إيش تاني أما بقدر أعمله مخصص كيف بدي صيغة الوقت أو بقدر أعمله مساء أو أني نظام الأربع عشرين ساعة طبعا الستاندر خليني أني مشاهد أنه مساء طيب الأسبوع يبدأ يوم لو أنت شغال على نظام دوام للموظفين طبعا هذا الموضوع كثير بهمك شو أيام الدوام؟ سبت أحد اثنين ثلاثة أي يوم بيبدأ لو إحنا بالدول العربية كمثال بيبدأ عندنا يوم السبت أو الأحد يعني في دول عندهم مبدأ الأحد في دول السبت لو أنت بدولة أجنبية مثلا أمريكا بيبدأ عندها الأثنين فهذا الإشي اللي بيشتغل عليه بيشتغل على المحاسبين أو بيشتغل عليه نظام أتش أر طبعا نتعلم كيف نعمل نظام أتش أر إلى بوينت أف سيل في الدورة عشان نطبق نظرية أنه نعمل موقع ويب أب طب نعمل حفظ التغييرات هاي بالنسبة لتبويب عام ترجمة نانسي قنقر